في اليوم الثالث والاربعين للعدوان الاسرائيلي على غزة ظل كيان الاحتلال مطلق اليدين في حربه المجنونة وبقيت الفضائع من دون اي كوابح لا دولية ولا اقليمية فامعن جيش المجرمين في التفنن باساليب القتل والقهر والتدمير والحصار والتجويع والتعطيش وسط صمت عالمي يصل الى حد الاستثمار في الدم الفلسطيني وبدى ان عقدة العقد بالنسبة لجيش الاحتلال هو مستشفى الشفاء وفي احدث ابداعاته الاجرامية في هذا الصرح الطبي اجبر المئات من الاطباء والممرضين والمرضى والمصابين والنازحين على اخلائه والتوجه سيرا على الاقدام نحو شارع البحر واستقصف لمحيط هذا المستشفى ومن لم يستشهد من هؤلاء بهذا القصف الاسرائيلي قضى في الطريق ولا سيم بعض المصابين والجرحة في جريمة لم يحدث مثلها عبر التاريخ بعد نحو شهر ونصف شهر من عدوانه لم يحقق كيان العدو اي هدف استراتيجي فلا جيشه تمكن من سحق المقاومة الفلسطينية ولا نجح في العثور على الاسر والمحتجزين الموجودين لدى فصائلها ولا لجم الصواريخ التي ما زالت تنهال ليس فقط على مستوطنات الغلاف بل تبلغ تل ابيب وفي اليوم العشرين للعمليات البرية واصل جيش العدو توغلاته الموضعية لكنه يواجه بمقاومة شرسة تحول دون تثبيت مواقعه ويصطدم بعمليات التحام مباشر من هنا يصح قول بعض المحللين في ورطة غزة ان اسرائيل تستعرض ولا تنجز الا اذا كانت تعتبر ان مجازرها واخرها مجزرتا تل الزعتر والفخورة هي انجاز الازهر الشريف علق على مجزرتين مدرستين الفخورة وتل الزعتر بالقول ان العالم والامتين العربية والاسلامية لم يقدموا ما يبيض الوجوه عند الله بحق الفلسطينيين فيما دانت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا الغارات المروعة على مدارس للمنظمة تؤوي نازحين وفي المستجدات اعلن ابو عبيد فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية اسرى للعدو كاشفا ان مصير الاسرى والاسرين ما يزال مجهولا واليوم نعى رئيس مجلس النوام به بري رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر واضعا جريمة قتله من قبل جيش العدو مع غيرها من المجازر التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة برسم كل احرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورع وتساءل الرئيس بري هل من يردع اسرائيل لوقف آلة ابادتها وقتلها على الجمهة اللبنانية تميزت المواجهة في الساعات القليلة الماضية بجملة عناصر ابرزها تجاوز الاعتداءات الاسرائيلية الحفة الحدودية على غرار ما حصل في قصف مسيّرة معمل الومنيوم في عمق منطقة النبطية وتكثيف المقاومة هجماتها على اهداف معادية في المستوطنات واسقاطها طائرة مسيّرة متطورة من ناوى هيرمس 450 في الداخل اللبناني متابعة لمجريات ما يجري سواء في غزة او على الحدود الجنوبية وحركة سياسية تتمحور حول ملف الشغور المحتمل في قيادة الجيش وفي هذا الشأن لم تبرز ايّة اشارات جدية حاسمة سواء بتأخير تسريح قائد الجيش العمال جوزيف عون او تعيين قائد جديد وليس بعيدا من هذا الملف تواصلت حلاقات السجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وجديدها كلام لرئيس القوات سمير جعجع اعتبر فيه ان الشغل الشاغل لرئيس التيار جبران باسيل اليوم هو ابع جوزيف عون من قيادة الجيش لانه يخاف منه كما اتهم باسيل بانه يخالف نفسه في مئة مسألة شكرا شكرا